تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية تامونية بمضبطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32.5 طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تامونية وفيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 409 قضايا من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات